ونحن ندخل هذا العام ومرة اخرى اقول لي اخواني اللي يشوفوني بلاني يشرب مرات كثير را عندي جفاف في الحلق فلي استطيع ان اتكلم لابد ان اشرب الماء بشكل كل ما تكلمت لازم اشرب شوي انا فقط باش يكون الامور دايما معي انا بكل وضوح في كل شيء اقول لي اخواني مرة اخرى من فضلكم بعض الناس راعم يقولولي اللي مرات يتخاصموا من اجلي يشوفوا واحد سبني او اشتمني او في الدار في الشارع لا تتخاصموا مع اخوانكم من اجلي انا انا متبرع في سبيل الله بعرضي اللي يسبني اللي يشتمني انا مش نسمع فيها انتم اللي اسمعتوها قولوا يعني كل واحد كيفاش يتكلم لكن بيهدوء وبالحسنة ولا يتخاصم انسان من اجلي لا من اجلي ولا من اجل غيري لازم ان تحافظوا على علاقاتكم الاخوية مع اخوانكم اللي تختلفوا معهم مع اخوانكم اللي راهم قدسوا الحاكم حافظوا على حد ادنى من اللاقات حتى تستطيعوا ان تقنعوهم كثيرين راهم مخضوعين نتيجة البروبغاندا الرهيبة انتع القنوات الشكارة هذه انتع المجرمين انتع القنوات انتع الجرائد انتع المواقع فهذه نقطة مهمة نحن نريد ان يكون هذا الحرك بداية لكل شيء بما فيه الانسجام العائلي الانسجام على الجيران في اخواني من فضلكم لا تتخاصموا مع اخوانكم وكونوا معهم بالتي احسن وتأكدوا انه دائما مع الناس البسطة والناس العاديين دائما الكلمة الحسنة تؤثر اكثر بكثير من الكلمة الخشنة الكلمة الخشنة مع امة الفساد مع امة الاجرام مع الحكام المجرمين يجب يكون الكلام خشن قوي بش يعرفوا بان الناس ثابتة اما مع الناس البسطة والناس العاديين والناس فا فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقولوا للناس حسنة والله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الغلظة كان حديث الرسول في هذا المعنى ليس هذا هو الحديث بالذات بل ان الله عز وجل حينما جاء ليبارك سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ولو كنت فضا غليظ القلبي لن فضه من حولك كون جيت خشين كون جيت من نوع المتوش نوع اللي غريد داوس نوع لن فضه من حولك هذا الكلام لمن؟ هذا الكلام لمن ينزل عليه جبريل؟ لمن ينزل عليه القرآن؟ لمن ينزل عليه كلام الله سبحانه وتعالى؟ فمدحه ربه وقال له وإنك لا على خلق عظيم طبعا ما قلوش لا على شكل اللحية ولا على شكل القميس قال له على الخلق وإنك لا على خلق عظيم وإنك لا على خلق عظيم وفي الآية هذه اللي ذكرتها قبل ولو كنت فضا غليظ القلبي لن فضه من حولك فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلبي لن فضه من حولك فإخواني دايما أمشوا بقضية الأسلوب الهادئ حتى هذو البلطجية اللي يجيكم مرات طبعا لأن البلطجية فيهم وعليهم كاي اللي مأمورين أعطوا لهم دراع ماشي في السلوء وكاي اللي هو أو هي تظن بعد ما تلعبوا بعقلها أنها على طريق صحيح هذا العام بإذن الله لن ينقضي إلا والجزائر قد انتصرت والشعب الجزائري قد انتصر وبناء الدولة المدنية قد بدأ وإخواننا اللي في الجيش قد فاهموا أن حكم العسكر هو الخراب بعينه فاطمئنوا إخواني ولكن الاطمئنان لا يعني عدم العمل وإنما يعني الثبات على المواقف حتى لا تختل موازنات ولا تخضع للإشاعات حيا الله الأحرار في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته